السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع عندنا خبرين عاجلين بهذا الفيديو ومهمين لكل سكان ألمانيا وللاجئين في ألمانيا الخبر الأول هو حصل قبل نصف ساعة من تصوري لهذا الفيديو يوم غدا الأربعاء بالساعة 22 أو بالعشرة ليلا بتوقيت ألمانيا هيبدي إضراب بالقطارات ورح يستمر الإضراب حتى يوم الخميس بعد غدا للساعة 18 أو الساعة السادسة مساء إذا عندكم رحلة بالقطار يوم غدا الأربعاء بعد الساعة 10 أو الخميس فانتبهوا لهذا الأضراب واستعملوا تطبيقات شركات النقل أو اسألوا الشركات النقل الموجودة بمنطقتكم وراقبوا هل أنتم متأثرين أم الخطر تذهبون بيه متأثر أم لا من حيث المبدأ كل القطارات راح تتأثر الخبر أعلنت عنه نقابة قديل لساقي القطارات الأمر يتعلق بشأن رواتب ساقي الغطارات وموظفي الغطارات الألمانية لأن كان هناك نزاع بينهم وبين شركة الديوتشابان قادة هذا النزاع لنقابة الـ GDL بخصوص زيادة رواتبهم ويريدون زيادة بالإجور 555 يورو أقل شيء شهريا الزيادة ويريدون زيادة في معاش العمل الليلي يعني أي عمل بالليل يريدون زيادة 25% عن مقدار الزيادة اللي هي أصلا مقررة على رواتبهم ويطالبون بتقليل ساعات العمل وجعلها قليلة 35 ساعة بالأسبوع فقط مع الحفاظ على نفس الراتب ودفع مبلغة 3000 يورو كدفعة واحدة مكافئة بسبب التضخم شركة القطارات الألمانية شركة الديوتشابان قالت لا لهذه الزيادات لأنها حتكلفنا أموال كثيرة احنا ما نملكها وراح نجبر على زيادة أسعارنا أو زيادة أسعار تذاكر النقل ربما حتى إلغاء تذكرة 49 يورو اللي يعتمد عليها ملايين للسكان بألمانيا شركة الديوتشابان عرضت 11% زيادة على الراتب ومكافئة التضخم مبلغ مالي 2850 يورو مرة واحدة ولكن النقابات رفضوا ومن المتوقع أن الأضراب اللي راح يصير يوم غدا بعد العاشرة ليلا راح يسبب بتعطيل حركة القطارات في كل ألمانيا وقد يؤدي لتأخير كبير أو إلغاءات كبيرة بالرحلات حتى راح يأثر على حركة المرور الجوية وحركة المرور البحرية لأن تعتمد هذه القطاعات على النقل بالسكك الحديدية تحديدا نقل البضائع والكونتينرات برأيي الشخصي فإن موظفي القطارات من الأساس معاشاتهم جيدة بالمقارنة مع بقية المهن وأكبر خطأ هو زيادة معاشاتهم لأننا كسكان راح نجبر على دفع الثمن وبعدين هم راح يردون يظاهرون يطالبون بزيادة وأيضا راح ترتفع علينا الأسعار هذه هي دائرة التضخم اللي إحنا للأسف نعيشها من فترة طويلة الخبر العاجل الثاني هذا اليوم اللي هو إدخال بطاقة دفع خاصة باللاجئين بولاية بافاريا كبديل للمعونة النقدية اللي يحصلون عليها الأزول بفابا من سنين طويلة قبل أن ندخل بالتفاصيل اشترك بالقناة إذا بعدك ما مشترك وجديد حتى يصلك كل إشعار جديد بالقناة وعطيني لايك إذا أنت بالمتابعين القدامة هم راح يحصلون على بطاقة يشترون بها ما يحتاجون وستغطي كل الفوعد اللي يحصلون عليها بموجب قانون اللاجئين الألماني ستسمح البطاقة بالدفع بالمتاجر والمؤسسات الأخرى وسيتم استبعاد التحويلات المالية والشراء عبر الإنترنت الأزول بفيربا راح يحرمون من الأونلاين آينكاوف ورح يحرمون من إجراء حوالات مصرفية أو سحب الأموال كاش ورح يتم فرض قيود جغرافية على استخدام هذه البطاقة يعني مثلا أنت طالب لجوء تسكن ببافاريا بمكان معين إذا بيوم من الأيام زرت أحد أصدقاء معارف بولاية أخرى بمنطقة أخرى وذهبت إلى ليدل بتلك المنطقة لشراء طعام أو لشراء ماء ستجد أن بطاقتك ما تعمل وما تستطيع أن تسحب أموال كاش منها حتى يعني ببافاريا وحتى بمنطقتك تهدف الحكومة البافارية إلى الحد من جاذبية الهجرة بالنسبة للمهاجرين من خلال إدخال هذه البطاقة ورئيس الوزراء البافاري ماركوس زودا قال أن البطاقة ستساعد على تقليل التأثير الجذاب للدفع النقدي وتخلي اللاجئين بالمستقبل ما يفكرون بالقدوم إلى ألمانيا بافاريا ستكون أول ولاية تبدأ بهذا الأمر وهي عندها الأوكي ناخذ الموافقة من الحكومة الألمانية اللي بخبر سابق قلنا لكم أنه من حيث المبدأ كل ولاية الآن يحق لها أن تعمل هذا الشيء السؤال هو متى انتقدت الأحزاب السياسية الأخرى في بافاريا القرار وزعيمة قتلة الخضر ببافاريا اللي هي كاترينا شولز قالت أن القرار كان مجرد عرض وعضو حزب البديل من أجل ألمانيا اللي هو إنغو هان قال أن الحكومة البافارية لازم تركز بدل من تحويل المدفوعات للاجئين لهذه الطريقة لازم تركز على الترحيل خصوصا ترحيل المرفوضة طلبات لجوءهم وميسر تفرح بانتصار هذه البطاقة طبعا مجلس الوزراء البافاري أيضا وافق على قانون آخر وهو إجبارية إجراء اختبارات لغوية للأطفال قبل دخولهم المدرسة سيطلب من الأطفال اللي يفتقرون إلى مهارات اللغة الألمانية حضور عام دراسي إلزامي آخر أو دروس لغة ألمانية إضافية حتى الآن ما نفهم هذا القرار يشمل الأطفال المهاجرين أم كل الأطفال أعتقد حيأثر على الأطفال من أصول مهاجرة بالدرجة الأولى اللي أهاليهم يتكلمون بالمنزل معهم بلغة ليست اللغة الألمانية لأنهم المستهدفين بهذا الأمر وهذه هي فقط الفئة الوحيدة أو الفئات الوحيدة للغتهم الألمانية ضعيفة طبعا هذا الأمر جاء بعد تزايد الأنباء عن حالات رسوب وفشل دراسي بالمدارس وضعف كبير بمستوى اللغة الألمانية ومادة الرياضيات ودائما يتم اتهام أطفال المهاجرين أنتم تجلسون بالصفوف ما تفهمون كذا مادة المعلم يستغرق وقت كثير بشرح هذه الأمور لكم بالتالي حتى حملوهم مسؤولية التلكؤ الدراسي الكبير الموضوع التالي أصدقائي أيضا خبر يعني حصري هذا اليوم أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن إجراء تغيير كبير بإجراءات اللجوء بألمانيا الإجراءات تغيرت بشكل كبير والهدف هو تسريع الإجراءات بالبلاد وتشمل الإجراءات الجديدة تقليص عدد الفحوصات الأمنية اللي يتم إجراها على طالب اللجوء ووفقا البيان الصادر من مكتب البنف سيتم أولا تقليص عدد الأسئلة اللي يتم طرحها على طالبين اللجوء حول رحلتهم إلى ألمانيا ثانيا إجراء عمليات تفتيش أقل في قواعد البيانات الإلكترونية بالشرطة يعني راح يقل الوقت بتطبيق هذه الأمور ثالثا سيتم السماح للاجئين باستخدام هواتفهم المحمولة بشكل أكثر حرية أثناء إجراءات اللجوء تهدف كل هذه الأمور لتقليل وقت معالجة طلبات اللجوء إلى هدف هو أربعة أشهر فقط ومع ذلك فإن هذه الإجراءات أثارت مخاوف من أن تقليص الإجراءات تقليص الفحص الأمني قد يؤدي إلى دخول أشخاص غير مؤهلين للحصول على اللجوء بألمانيا كي نوصل الفكرة بوضوح أكثر الإجراءات الجديدة هي ما راح تغير الأمور نحو قبول اللاجئين أكثر بل على العكس راح يتم تسريع الأمور ومن يتم رفضها راح يتم التعامل معها بحزم وتسريع الترحيل لأن الموضوع هو من الأساس تم عمله بسبب التكلفة المادية والحالة الاقتصادية حتى يعني يتجنبون تكاليف أكثر يتجنبون تكلفة واللاجئين أكثر فيراد تسريع الأمور هناك بعض الانتقادات للإجراءات الجديدة مثلا بحزب ميركل قال نواب الحزب أن الإجراءات راح تخلي الكثيرين يدخلون لألمانيا وقد يحصلون على اللجوء وهم لا يستحقوا ويحرم من يستحق منه نواب بحزب الـ FDP الحزب الليبرالي قالوا أن الإجراءات الجديدة هي يعني جيدة لأنها راح توفر ما يحتاج اللاجئ اللي يستحق اللجوء بسرعة دون ضياع سنين طويلة أو أوقات طويلة من عمره نتحول للموضوع التالي أصدقائي أظهرت دراسة عجرتها الكنيسة الإنجيلية الإفانقالي شينكيشة بألمانيا ونشرتها وسائل إعلام ألمانية الدراسة اللي عملتها الكنيسة بيّنت أن الدين صار ما يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لما يقارب من ثمانية من كل عشرة أشخاص بألمانيا يعني فقط شخصين من كل عشر أشخاص الدين يلعب دور مهم بحياتهم إذا المتوقع أن ينخفض حصة الأشخاص اللي ينتمون إلى ديانة مسيحية أو إلى ديانة مسيحية في ألمانيا إلى أقل من الخمسين بالمئة للمرة الأولى بتاريخ ألمانيا الحديث بالعام القادم طبعا تحية من القلب لكل المتابعين المسيحيين وقبل أن يأتي أحد وربما ما يعرفني ويقول أنت تتكلم عن ديننا بالبداية أنا يحترم كل الأديان وهذا الأمر هو مجرد خبر للمعرفة نقلته لكم لأن كل وسائل الإعلام الألمانية اليوم تنقله الألمان يبتعدون عن الدين تشير الدراسة إلى أن ارتباط الناس بالدين في ألمانيا أخذ بالانخفاض خصوصا عند المسيحيين بشكل أسرع مما كان متوقع طبعا الأمر ما يتعلق بضريبة الكنيسة لأن الاستطلاع تم سؤالة للأشخاص دون معلوماتهم الشخصية والناس قالوا أن علاقتنا بالدين ضعيفة أو أننا غير متدينين وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة الأشخاص اللي يفكرون في ترك الكنيسة حسب الفئات 27% من الكاثوليك الآن الموجودين يفكرون بترك الدين بوقت قريب و35% من أتباع الكنيسة الإيفانجليشنكاشة أو البروتستانت يريدون ترك الدين أو تواردهم أفكار سلبية حول الدين ووفقا للدراسة فإن غالبية الناس بألمانيا غير متدينين بالفعل وفقط 13% من اللي تم السؤال عن آراءهم قالوا بأنهم متدينين 25% ينتمون إلى دين ولكنهم يوصفون نفسهم بأنهم بعيدين عن الدين و56% وصفوا نفسهم بأنهم علمانيين رئيس الكنيسة الإنجيلية في هسن اللي هو فولكر يونغ قال أن الابتعاد المتزاعد عن الدين بين الناس مرتبط بتوقعات بأن تتغير الكنيسة وبحسب الدراسة يطالب 80% من أعضاء الكنيسة الإنجيلية أو الإنجيلية بإجراء تغييرات يعني حسب ما نفهم يريدون أن يتغير الدين أو تركيبة الكنيسة حتى تناسب أفكارهم وهم لا يتغيرون لأجل الدين بهذا الموضوع عصرنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادية وتحياتي لكم مع السلامة